كما تعرفون منذ خمسة أيام كان أعلن قيس سعيد الرئيس التونسي على ما سماه بإجراءات في الحقيقة في النهاية انتاحها هي انقلاب انقلاب قام فيه رئيس له صلاحيات 25% من السلطة التنفيذية دستور التونسي يعطي لرئيس الدولة حوالي 25% من الصلاحيات التنفيذية خمسة والبرلمان يراقب الجميع لكن قيس سعيد قام بالإطاحة بالبرلمان جمد أعماله وانزع الصلاحيات الحصانة على نوابه وأطاح برئيس الوزراء واستلم السلطة التنفيذية كاملة والسلطة التشرعية كاملة وزاد دار شيء لم يسبقه إليه أحد عين نفسه هو النائب العام أي هو القاضي الأول في البلاد أي أنه سيطر على السلطة القضائية من بين نتائج ذلك اليوم تم اعتقال أحد البرلمانيين يسمى العياري يسين العياري وكان أحد البرلمانيين ناقدين جدا وهو من حزب يسمى أمل وعمل من تونس كما اعتقل عدد من مسؤولي حزب النهضة وربما سيعتقل آخرين في الساعات القادمة من أحزاب متعددة أو من جهات متعددة اليوم أيضا كان وصل وزير سعودي وزير الخارجية السعودي قبل ذلك طبعا مسؤولين سعوديين وإماراتيين تكشفت المعلومات قالت بأن قبل حوالي ثلاث أسابيع وصل وفد إماراتي على أساس أنه وفد صحي في الحقيقة كان وفد مخابرات ووفد عسكري ونفس الشيء وفد مصري مخابراتي ومستشارين مخابرتيين وعسكريين وصلوا للإشراف على الانقلاب إذن المعلومات التي تأكدت أن الانقلاب وإن كان أعلن عليه قيس سعيد لكن من وراءه جهات تنسية في الغالب عندها ارتباطات بنظام بنعلي ولكن خاصة عندها ارتباطات بالإمارات وبفرنسا فرنسا هي الراعي هذا الانقلاب هي اللي أشرفت على هذا الانقلاب الأمريكيين سكتوا أعطاوا نوع من الضوء الأخضر لكن مع شروط ومع حدود الألمان غاضبين لكن في الإطار التونس والجزائر والمغرب فإن اللي قرر مصيرها في أوروبا والأوروبيين يسمعوا أساساً لفرنسا برغم ذلك اللي تابعوا الأحداث ربما يكونوا يسمعوا إحدى المسؤولات الألمانيات يوم بعد الانقلاب يعتقد في 26 جوليا خرجت وقالت أن هذا ليس جميل وهذا يجب أن يتوقف وما حدث خطأ إلى آخره في حين خرجوا قال الألمان هذا الفرنسيين خرجوا يقولوا يجب عادة الحالة البرلمانية ويجب عادة تشكيل الحكومة فيها سرع وقت بمعنى كمل يا قيس السعيد لأنهم هما اللي يعطينوا في الحقيقة التعليمات وعطينوا الأوامر وعطينوا الموافقة في الحقيقة قيس السعيد لما شفت أنا راح لفرنسا قبل حوالي سنة تقريباً واستقبلوا وداروا هذا ارتمى في حظن ماكرون بيناتهم حوالي 30 سنة في العمر تقريباً لكن مع ذلك كان فيد ماكرون كمانيش عارف بشكل مسيء مسيء جداً وقال أن فرنسا لم تكن استعمار كانت حماية فقط جاءت تعاوننا فرنسا يعني فرنسا اللي سيطرت على تونس من 1881 إلى 1956 وحسبوها أنتم هذا الرقم كم؟ 75 سنة ما كانت شي جميل يعني ما كانت حماية فقط وعاونتنا ووقفت معانا إلى هذا الحد ردة إلى هذا الحد انقلاب إلى هذا الحد طبعاً لما بدأ لما جاء كان يقول للتطبيع خيانة وارفع شعار فلسطين عالي ويتكلم فلسطين إلى آخره لكن مع ذلك خرجت المعلومات القاوة بأنه أعطاء الجنسية التونسية لعدد من الفلسطينيين المرتبطين بدحلان اللي هو انتع الإمارات اللي هو المنفذ انتع الانقلابات محمد دحلان هذا من أجرم الفلسطينيين اللي ولدوا على أرض فلسطين ربما عبر التاريخ اللي مرتبطين معاه مع محمد دحلان أعطاهم الجنسية التونسية كاين واحد كان قتلته كان قتله الكاين الصهيوني في تونس وهو مهندس وكان عاون كثير الفلسطينيين في المقاومة رفض لزوجته اللي عنده الحق زوجته فلسطينية زوجته هذا التونسي عنده الحق باش تحصى الجنسية بعد سنوات معينة من الزوج ما أعطاهاش رفض أعطاها الجنسية بينما المقربين بن دحلان اللي هم عملات إسرائيل أعطاهم الجنسية هذه بعض النقاط يعني كما يقول لك نقاط على السريع المهم في هذا احنا وش يهمنا الآن يهمنا أن العصابة انتعنا في معضلة دايلاما باش نبسط ربما الناس خوتنا اللي ما عرفوش كلمة ما معنى معضلة أو ما معنى دايلاما معناها أحياناً يقعد عندك زوج خيارات إلى الدير هذا الخيار تربح في بعض الأشياء وتخسر أشياء أخرى إلى الدير خيار باء تربح بعض الأشياء وتخسر أشياء أخرى بمعنى أن كلا الخيارين مهمش أبيض وأسود كل واحد عنده إيجابيات وسلبيات بالنسبة للعصابة حكم مدني شعبي في تونس هذه بالنسبة إليها كانت هذه تونس كانوا منزعجين جداً منها خاصة بأن هناك بدأت الانتفاضات الشعبية وسقط نظام بوليسي كان يظن الناس بأن هذا من أقوى الأنظماء القائمة في المنطقة فإذا به يتهاوى حكمة الرعشة المهم فهو نظام هذا هذا الانقلاب قيس سعيد يفيد في 4-5 نقاط نقطة الأولى تنهي شيء اسم الربيع العربي واسم الحريات ودولة مدنية وديمقراطية والشعب يخير انتهى هذه تساعد الأمر الثاني أن الناس الجزائرين يشوفوا تونس اللي كانوا بعض الناس يقولونهم هاي مثال وهي فيها حريات وهي في حرية إعلام وفيها بعض الأشياء الإيجابية الناس يقولون لك ها هما ثاني يرجعوا قلنا نعطهم مثال باش ما يوليش في المنطقة أي مثال يقتدى به أو يحتدى به الأمر الثالث أنهم بالرغم من أن ما عندهمش مشكلة نظام جزائري ما عندوش مشكلة مع الإخوان مع نسخة الجزائرية حتى تبقوا نخرج قبل شهر وقال الصحفي تا الجزائر قالوا الإخوان نحن مختلفين مشكلة تا مصر وتونس فهو بالرغم ما عندهمش مشكلة كبيرة مع النهضة وشفنا أن كان يجي الغنوشي البوتفليقة إلى آخره إلا أنهم حتى هذاك التوسع تعالى النهضة التي سيطرت على ربع البرلا معان وإلى آخره حابين يقزموها وماذا بهم تتقزم لا يريدون للنهضة أن تختفي ولكن يريدون لها أن تتقزم إلى أقصى الحدود وهذا الإنقلاب سعد على ذلك وأشياء أخرى خاصة التيار الثوري سواء كان إسلامي أو علماني أو وطني أو اللي كان يريد استئصال دولة بن علي وكسر الثورة المضادة في تونس هذا أيضا الآن ينكسر والنظام الشراء الجزائري ساعته نظام هذا العصابة مستفيدة من الانقلاب لكن عندها مشكلة هنا نقول لكم الماضلة أنها عندها أيضا هذا الانقلاب يجيب لها مشاكل أخرى وإشنا المشاكل يجيبها لها المشكلة الأول يجيب لها النظام المصري والإماراتي يولو قراب من عنها نظام كان منزعوج جدا منزعج جدا من وصول المصريين والإماراتيين ومعاهم حتى السعوديين والإسرائيليين والأردنيين إلى آخره إلى حدود الجزائر من جهة دبدأ صحراء جزائريين وحادية إلى ليبيا كان منزعج النظام خاصة من نظام المصري نظام المصري ونظام الجزائري صارت بيناتهم مشاكل كبيرة من أيام الثورة والمناسبة عبد الناصر ساعد الثورة كثير لكن كان يساعدها بحساباته يحب يضع رجالاته يحب يضع الناس اللي يقدسوه مثلاً كان داعم بقوة لبنبلة ولما صراء لنقلاب على بمبلة كان خصومة كبيرة ما بين عبد الناصر والبو مدين مثلاً بالرغم من أنهم تقريباً عندهم نفس الخطاع بعدين تفاهموا لأنهم بعد خلاص بمبلة انتهى رح عموماً نظام الجزائري في من أيام الثورة واستمرت هذه العقيدة أنه لا يريد أن يجاوروه المصريين يعني المصريين بالنسبة له لا يؤتمنون وإذا سيطروا على ليبيا وذلك يزيدوا سيطروا على تونس فهذا مشكل ولذلك كانت عندها الضيلمة حتى في ليبيا في ليبيا كان مع الثورة المضادة كان مع الإمارات ومصر لكن في نفس الوقت ما كانش حاب أن القاهرة والإمارات تسيطر على ترابلس لأنها تشير تدير له مشاكل فيما بعد الآن هاهم سيطروا على قرطاش سيطروا على تونس لأن للعبد الرئيسي هو الإمارات بموافقة ومشاركة ومساعدة وضع أخضر فرنسي وعدم اعتراض أمريكي هذه الصورة ولذلك الأمريكيين تشوفوا موقفهم شوية ما هوش تماما مثل الفرنسي برغم من أنه كله كلام ديبلوماسي والأمريكيين كانوا عارفين الإنقلاب ما اعترضوش على الإنقلاب ما تحمسوش لكن الفرنسيين قنعوهم قالوا لهم الإنقلاب هذا في مصلحتنا لأن قيام أي دولة مدنية قيام أي دول في حكم فيها الشعب يعني طردنا من هذا المنطقة شمال الإفريقي الشرق الأوسط سميها شمال إفريقي الشرق الأوسط أو سميها كل واحد كنت يختار التسميع سميها المنطقة العربية أو سميها الشمال الإفريقي والشرق الأوسط بالنسبة للقوى الغربية هذه منطقة سراتيجية هذا وسط العالم هذه منطقة فيها كنوز كبرى بيترول غاز يورانيوم فوسفا الذهب إلى آخر هذه منطقة مجاورة لأوروبا بيننا وبينهم غير البحر المتوسط وأحيانا هذا البحر يقل إلى 14 كيلومتر مثل ما بين المغرب وسبانيا مثلا هذه المنطقة هي قلب العالم وقلب الحضارات هذه المنطقة كان عليها تنافس عالمي منذ نشوء البشرية ولذلك كل الحضارات التي قامت القديمة تقريبا كلها على استثناء واحدة أو اثنين قامت قامت يا إما في العراق يا إما في سوريا يا إما في اليمن يا إما في مصر يا إما في اليونان يا إما في تركيا يا إما في روما حضارات هذه الأساسية نحكي لحضارات الكبرى قامت في هذه العواصم أو هذه البلدان اللي هي مطلة على البحر المتوسط بشكل أو بآخر العراق شوية مش مطل لكن قريب إذن هذه منطقة تاريخية جغرافيا استراتيجيا سياسيا عسكريا مهمة جدا ماديا مهمة جدا ثم أن الروس والصين يدخلونها قام الروس موجودين في ليبيا الصين متواجدة في النيجل والسودان ومالي وفي عدة بلدان متواجدة اقتصاديا الروس متواجدة عسكريا في عدة بلدان إفريقية ما فيها إفريقيا الوسطى وعاصمتها بانقي اللي بالمناسبة وصل الروانديين وصلوا اللي عندهم غضب شديد من الفرنسيس اللي يدمرونهم بلادهم في التسعينات وصلوا أن رواندا ألغت اللغة الفرنسية واعتمدت اللغة الإنجليزية وبعثت عسكرها إلى بانقي عاصمة إفريقيا الوسطى وتعاونت مع الروس لطرد الفرنسيين الفرنسيين تريدوا تقريبا من إفريقيا الوسطى بمساعدة رواندا تحالف روسي رواندي تخيب رواندي هذه صغيرة جدا كنت رح للخارج طبعا لك ما تشوفها شمليحة إذن نعود ونرجع لجماعتنا هاهم جاهم الإماراتيين بصحي نقدر واحد يقول لك آه أنتم كنتوا يقولون الإماراتيين أصحاب النظام آه نعم إماراتيين كانوا مع بوتفليقة إلى أقصى الحدود كانوا حتى قبل بوتفليقة في الحقيقة لكن مع بوتفليقة رحوا إلى أقصى الحدود زاد القيد صالح فتحوا له فيلات أصبحوا الجنات يروحوا هناك عندهم الزهو واللهو وعندهم كل شيء ودخلت الإمارات في صناعات عسكرية وأصبحت تجيبنا تعمار سيداس هي شركة فيها أنت الصين هي شركة فيها إلى آخر لكن صرعتها غيرت بسيطة عندما سقط قتل قتل القيد صالح وسقطوا كبار جنرالياتو هذا هم المجموعة اللي كانت مرتبطة الدائرة الأولى بالإمارات الفريق اللي جاء يقود شنجريحة خاصة هو الدائرة الثانية عرضوه الإماراتيين غير جاء شنجريحة عرضوه وكانوا عرضوه يروحوا أيضا لكن قرار يوم في القيد صالح لقوا رواحهم أن الدائرة الأولى اللي معتمدين عليها من بين آخر هؤلاء الجنرال رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية في وزارة دفاع راهو مر على عبلة عذبوه عذاب نقر لكن خرجوا له ملفات لقوا بالإمارات شارية قاعدنا تقريبا ثلاثة أربعة الجنرالات وثلاثة أربعة الموزارات لقوا كوارث تبون وشنجريحة ما عندهمش ارتباط كبير بالإمارات تبون كان عنده ارتباط بالصينيين وبالأتراك وبالسبانيول وشوية الكوريين اللي كانوا في القطاع السكني لأن تبون طول عمره وزير السكن وزير السكن داخل خارج مرة واحدة اللي وزير أول فارتباطاته بالشركات سواء قاعد اللي كانت انتعى الانشاءات انتعى البناءات خاصة انتعى السكنات ولكن أيضا المشاريع الأخرى المدارس الفنادق إلى آخره فالثروة الضخمة اللي شكلها تبون وأسرته واللي قراب منه إلى آخره تشكلت من الرشاوي اللي اخذاوها من عند هذه البلدان إذن فهو أقرب إلى الصين لأن شركات صينية كانت تقدم له رشاوي وإلى الأتراك لأن الأتراك شركات تركية كانت تقدم له رشاوي سمعنا تبون قبل شهر لما تكلم مع حتى هذاك الصحفي تعالجزيرة وهذه أيضا بين الأسباب التي أزعجت الإماراتيين كثير تم عارفين بينهم بين قطر كل واحد يرى الشيطان هو الآخر لما تكلم مع الصحفي قالوا الأتراك يساعدون بدون شروط سياسية بمعنى ما يقولون لحق الإنسان لا تطلقوا فلان لا تطلقوا فلان وما حتى الأوروبيين يقولون أنهم غير في حدود أنه حلون برك إذن تغير الفريق لم يعود الحليف الأول انتاعه هما الإمارات والسعودية إنما من حيث البزنس من حيث الفكرة أنت أنهم ثورة مضادة وضد ثورة الشعوب متفخير لكن في البزنس وحيانا البزنس يهم أكثر والإزافير والرشاوي الإمارات تأخرت رحت للدرجة الثانية وزادوا اكتشفوا أن الإمارات نهبة البلاد ولكم هذا لو كان يخرجوا الملف انتاع هذا بلك كاش نهار إذا لحقتني كل التفاصيل نخرج لكم الملف وحتى بعض أجزاء الاستجواب للأسف حفاظا على مصادرنا هناك فضلنا أن لا نخرج أي شيء لأن المصادر معدودة هناك يعني اللي طلعت الملف عموما القاوبة للإمارات ما خلت شيء لغمة البلاد لغمة البلاد هذه الحقيقة الشعب كان عرفها من قبل شوفوا شوفوا الشعب شوفوا الحراك هذا اللي كان فاهم ما يجري شوفوا واش يقول قبل حوالي سنتين شوفوا واش يقول على الإمارات على السريع برك باش الناس نذكرون في منقف الحراكة هذا واليوم خاصة في الجمعة 128 يكون جيد أن الناس تتذكر ماذا كان يقول الناس لغمة البلاد لغمة البلاد لغمة البلاد ما يكون جيداً لا احركة لا احركة على السريع الناس اعركة أني فضحت الدور الإماراتي منذ اليوم الأول لبداية الحركة لأن كنت عارف كثير من المعلومات والمعطيات وأيضا كنت نتابع وشيديروا الإماراتيين في المشرق كما كسروه ييدوه كما في مصر يكسروه كما في اليمن أو ليبيا فكان الحمد لله هذا وثم خيبنا آخرين أيضا تكلموا عن الموضوع وشعب فهم بسرعة والإمارات كانت منزعجة ولذلك الإمارات شنت ضدنا حملة عنيفة جدا لكن ما زالت مستمرة وعلى مستوى متعددة يعني كون يصيبوا ويتحنون طحن يعني يضعون فلاصيد يعني يدرون أكثر من مدار وجدار الجمال خاشقجي كونهم قادرين وقد حاولوا كين أشياء حاولوا ربما يأتي التاريخ ونحكوها في وقت معين ليس الآن إذن نظام الجزائري يجد نفسه اليوم وهو يفرح لأنه يتخلص من حكومة مدنية من الشعب خيار من تونس هذه بجنبه من ديمقراطية من هذا الكلام كله اللي مزعج بالنسبة له هو يحب العسكريات وأيضا فرحان لأنه الآن يتم صناعة الجيش التونسي باش يولي الجيش خاتشي تونس هي الجمهورية الوحيدة في المنطقة العربية التي هي دولة بوليسية كانت أيام بنعلي وليست عسكرية وحتى من بين بعض التفسيرات اللي تقول لماذا بدأت الانتفاضة أو الثورة في تونس ربيع العربي في تونس قالت لأنها كانت مبنية على البوليس وليس على العسكر والعسكر أقوى وأقدر على قهر الشعوب ولذلك بدأت في تونس ولم تبدأ في مكان آخر آمن بعد انتقلت للجميع بما فيها جمهورية الرعب المصرية جمهورية جنرالة مصر المرعبة وأسقطت لكن عاد وشفنا الدليل أن النظام العسكري في مصر عاد فهذه من التفسيرات لكن النظام يجد أن الإمارات تحاصر وهنا الإمارات عند حسابات أخرى الإمارات واشنالها تفتحها تقسير الجزائر تدمير الجزائر السيطرة عليها أو تدميرها الآن اقتنعوا باللي ما يقدرش يسيطروا على الجزائر أتلقى جريدة هنا جريدة هناك كما يعرفين جريدة مثل جريدة الخبر مثل هذو اللي أصبحوا أبواق انتاحهم تجدهم تجد مسؤول هنا مسؤول هناك لكن بسقوط القيد صالح وجنرالات وشواقي ومجموعة ما بقالوش كثير حتى راشدي هذا اللي هو تعلم خابرات راه ما بقالوش كثير ما بقالوش كثير محطينه الرف وابقالوش ربما إلا أسابيع ويدخلوه للسجن موش برك يتردوه دي جي أسي اللي رحها الآن تع المخابرات لحاكم البلاد شكين فيه أنه مد في معلومات كبيرة الإماراتيين ولذلك حطوه على الرف نقصوه بزاف المصلاحيات بأمر من شنغريحة وممكن يسجن مثله مثل بدوي من المناسبة بدوي راوش يفعلوا إننا نذكره في اللايفي أخر شوية عليه لكن ما بقالوش كثير باش يسجنوه إذن بالنسبة للنظام الجزائري يعرف أن الإمارات راح تكسر الجزائر أو أن النظام الجزائري يبدأ يولي كمة سيسي لكن هما مشكلة الأخرى اللي دارتها لهم الإمارات هي مشكلة الصحراء الصحراء الغربية كما يسميها النظام الجزائري والصحراء المغربية كما يسموها المغاربة بنى عليها النظام الجزائري 46 سنة تعدى بلوماسية زوج حاجات استقلال الصحراء تقرير مصير الشعب الصحراوي إلى آخره ومن بعد الإرهاب في 92 بدأ الإرهاب زوج شيء أي بنية عليهم الله في التسعينات اختفت شوية الصحراء الغربية إلى الخلف وبرز الإرهاب لكن عادت فيما بعد بالنسبة للنظام الجزائري للقيادة العسكرية كلات ملايير عشرات الملايير تعد دولارات من التسلح بسبب التسلح أعلاه خطر المغربي أعلاه لأنه مش حاب يعطي تقرير مصير الشعب الصحراوي وراه من بعد كي يدين صحراء الغربية يديننا صحراء الشرقية بشار وأدرار وتندوف إلى آخره وراه الملك أن النظام المغربي عنده مطامع في بلادنا طبعا السافير المغربي اللي سميته أنا السافيه واللي بعض المغربة بعجبوه في الحال أطاهم زاد لهم قالهم شفت ما قلنا لكمش نظام الجزائري يحتاج إلى المتنطعين سواء كانوا متنطعين جزائريين أو أجانب من الجزائر ومن خارج الجزائر يحتاج متنطعين متنطعين باسم اللغة باسم الدين باسم العنصر باسم السحراء باسم الدبلومة أي تنطع أي تشدد أي تطرف يسعد النظام الجزائري لذلك قلنا بعض أخاوتنا المغاربة الأحرار تتكلم على الأحرار تتكلمش عن نظام كذانا هذه بالنسبة لي ما تهمنيش عن عنظمة لما قال لك كيفاش قلت على السفير المغربي سفي نعم سفيه لأنه لو كان جا يفهم حتى في إطار الصراع شعب الجزائري يخوض مغركة وجودية مع الجنيرالات جينتا تقول الجزائري نقسم لكم بلادكم يقول قال لك ردوا علينا وقال لك أنتم راكم ثاني تقسموا راكم تقولوا سحراء غربية شعب جزائري هو اللي يقسم هالك شعب جزائري هو يطالب الاستقلال يا يا إخوان شعب جزائري يخرج طالب الاستقلال شعب جزائري يخرج طالب الحرية شعب جزائري يخرج يقول جينيرالات شعب جزائري يخوض معركة وجودية شعب جزائري ما قال السحراء غربية ولا السحراء مغربية شعب جزائري بالنسبة له قضيته أكبر بكثير من تراب صحراوي يرى في استراتيجته أن بناء المغرب الكبير هذا أهم من أي شيء آخر أن سقوط الحدود وبناء مغارب قوي يواجه الهجم الدولية صينية روسية أمريكية ألمانية أوروبية الاستعمار الفرنسية أهم بكثير ويواجه أمراء الإمارات والسيسي وبن سلمان ومن خلفهم إسرائيل هذا الشعوب المنطقة هذا هو اللي يهمها أكثر فأكثر نعم أنا أتفهم أن المغاربة بالنسبة لهم قضية الصحراء هي قضية مركزية من حقكم لكن بالنسبة لنا كشعب في مجمل ما جاش شعب لم يستفت الشعب الجزائري وقال مغربية ولا قال غربية ما قال هاش شعب طرقين أراء كان اللي يقول لك الأغلبية من الجزائريين مع أنها مغربية كان اللي يقول لك لا الأغلبية مع أنها غربية لا أحد يعرف هذا بالضبط بصحة لماذا؟ ليس لعدم اهتمامه لا لأن المخاطر عندنا أكبر هاكم شفتوا الناس راي تموت من العطش في العاصمة سكت الناس عن الماء لماذا؟ لأن الأكسيجين ولا مكانش في المستشفيات بمعنى أنك أحيانا تسكت على قضايا لأنك عندك قضية أخطر إحنا بلادنا في خطر وحكم عسكري متخلف أدى إلى مقتل مئتين ألف جزائري ما تنسوهاش هذه فقط باش نذكر بعض إخواننا المغاربة باش ما ينحرفش النقاش وما يدخلوش فيه صراعات وخصومات بالنسبة لشعب جزائري في رأيه في عمومه يريد بناء مغرب كبير وبناء مغرب كبير يعني حل كل الخلافات والمشاكل التي توتر هذه العملية بما فيها قضية الصحراء حلا يرضي الجميع يرضي الجميع هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن ويكون الصحراوي راضي والمغرب راضي هذا هو ما يهمهم أما الجزائريين فهم عندما يتحل هذه المشكلة ما بين المغاربة وصحاروة يكونوا أسعد الناس لكن صح العصابة نتاعنا استخدمت موضوع الصحراء باش ذبحتنا وساهمت في التسلح وفي أشياء كثيرة هذا حقيقة أنا عارفينها أعود إذن لما كنتم أقول إليه وجود الإمارات في تونس الآن وهي المتواجدة في ليبيا وبالمناسبة هذا الانقلاب في تونس سيأثر على ليبيا بمعنى أنه سيخدم الطيار الإماراتي الفرنسي المصري في ليبيا أي أن انقلاب تونس سيعطي أسباقية أيضا للجناح الإماراتي الفرنسي المصري في ليبيا الإمارات متواجدة في تونس متواجدة في ليبيا متواجدة في النيجر بانيا قاعدة عسكرية على بعد 300 كم من الحدود الجزائرية مشتواجدة في المالي هي الممور الرئيسي مع السعودية للحروب الفرنسية هناك متواجدة في موريطانيا الآن تواجد الإمارات تقريبا هي والسعودية قريب شراء وموريطانيا خلاص ما بقاش كثير وزادت الآن عادت تتوسع في المغرب عن طريق ماذا؟ عن طريق احترافها بالصحراء أنها مغربية عن طريق تسهيل تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية عن طريق وصول إلى أن أمريكا اعترفت أن الصحراء مغربية بالنسبة للمغربة هذا الشيء جيد لهم للوحدة الوطنية تاحهم لكن بالنسبة لنظام الجزائري ليس الجزائري نظام جزائري هذه اللعبة تحت 40 سنة ستخرج من يديه إذا المريكان بقات وما كانوا يقولوا بلي ترامب اعتراف ترامب هذا وكان يعتقدوا أنه لما يجي نظام ديمقراطي حكومة ديمقراطية خلاص ينحيوا الاعتراف لا بقات أمريكا الآن مع طرفان الصحراء مغربية إذا النظام الجزائري وقامت مناورات قادتها أمريكا في المغرب وشاركت فيها عدد من الدول يسألوا النظام الجزائري المحاصر راح للروس يروح للصين هي تروح للروس والصين لكن انت نظام الديت انتعك المعلومات انتعك العاطف انتعك انساكم ابنائكم انتم حساباتكم في فرنسا وفرنسا هي اللي تدعم في الإمارات فعندهم دايلاما عندهم دايلاما متشعبة عندهم معضلة لديها عدة رؤوس سماوين يحطوا يديهم تحرقهم القرار ليتخذوه مشكلة ولذلك ما حدث في تونس بالنسبة إليهم معضلة حقيقية ويزعاج حقيقي كيفاش راح يتصرفوا إذا انذرنا إلى وزير الخارجية العمامرة اللي هو بيون تاع فرنسا العمامرة هو عميل مباشر لفرنسا وإذا انظرنا أن نظام فتحت عليه جبهة أخرى في الاتحاد الإفريقي بمعنى أن الاتحاد الإفريقي ظل المغرب بعيدة جمدة عضويته في الاتحاد الإفريقي لمدة 30 سنة كانت تسمى أنا ذاك المنظمة الوحدة الإفريقية وبعد ولا اسمها الاتحاد الإفريقي عاد النظام المغربي إلى الوحدة الإفريقية عاد المغرب إلى الوحدة الإفريقي أي الاتحاد الإفريقي وبينما كان حتى تبون قالها قالت الأفريقي يقولون وين كنتوا يعني في فترة بودفليقة رام كلاونا قصدوا أن أفريقيا منقسم جزء مع طروحة الجزائر في قضية الصحراء وجزء مع المغرب في قضية الصحراء الآن زي تخل إسرائيل إسرائيل ما تهماش صحراء ما الصحراء إسرائيل تهمها صيدام ما بين المغرب والجزائر هذا وش يهمها؟ الإمارات وش يهمها؟ صيدامة بين المغرب والجزائر لماذا؟ لأن كي تصادموا المغرب والجزائر هذا يسهل عملية السيطرة على المغرب وعلى الجزائر بعد خلطنا المغاربة يقول لك لا لا ما تقولش هكذا المملكة المغربية تعود لـ 12 قرن يا أخوان رأي كاي الإمبراطوريات ما نش عارف قداش بقعت الإمبراطوريات الإمبراطورية البريطانية الإمبراطورية الجرمانية الإمبراطورية الفرنسية الإمبراطورية الروسية صوفياتية ونهارت وكانت امبراطوية فما تحسبوش على اشياء هكذا شعبوية اللي همنا احنا هو من مكنوش للامارات لا تكسر المغرب ولا تكسر الجزائر واللي همنا ان قضية الصحراء ما تكونش معضلة مدمرة للبلدين والشعبين واللي تهمنا هو ان تختفي الحدود والله على الاقل لن تفتح الحدود العمامر راح يتلاقى مدير العام تعال الخطوط الجوية الاثيوبية باش يدير خطوط ما بين جزائر والاثيوبيا ما بين جزائر والمغرب كل شي مقطوع بسهرحوا الاثيوبيا قل لي اش حال من جزائر رح الاثيوبيا في قرن موش في عام في قرن كم جزائري ذهب إلى اثيوبيا ما ليحلوا كون جاء الناس يقدروا يروحوا لكن الناس اللي هم هناك أولويات لكن العمامر راح تلاقى هذاك هناك بالنسبة للنظام جزيرة عنده مشكلة الآن إذا خلى لازم يعطي تعليمات مباشرة للعمامرة ولازم يعطي متأكد أن العمامرة مشكلة لعب لأن العمامرة في النهاية في النهاية سيقدم المصالح الفرنسية اللي هي الآن مرتبطة مع الإماراتية ومرتبطة مع السيسي ومع بن سلمان ومن الخلف إسرائيل لكن داخل الجنرالات هذا مش عجبهم وحتى لما جابوا العمامرة كانوا معترضين لكن جابوه الآن إذا نحاوه مشكلة إذا خلاوه مشكلة نظام الجزائري بالنسبة عليه أن يجد واحد المصار هكذا ماهش طبيعي وهو يوفق ما بين يدعم انقلاب قيس سعيد بدون ما يكون ذلك أن الإمارة تحيط بالجزائر من كل مكان وتضعف النظام أكثر فأكثر طبعا الإمارات لو كانت تقدر تعاود النظام هذي واللي يفيدها هي هذا وش تحوس لكن هي هدفها حاجتين إذا ما استطعش أن النظام يعاود يطيح في حجرها تكسر البلاد إذا جاء شعب الحرية والأحرار وانتصر الدولة المدنية تكسر البلاد هذا الهدف على الإمارات وهنا يقولها للجميع راه إذا تكسرت الجزائر راح تكسر المغرب فالك إخوانا المغاربة يحسبوا أنها حاجة مليحة راهي مش حاجة مليحة لكن قدروا تفرحوا في الوقت الراهن أن نظام يضعف ومحاصر وكله لكن اللي راه محاصر هو مش نظام الجزائر وراهي إذا تمكنت الإمارات إما بالمكر والخبث كما كانت وسيطرت على البلاد راح فيما بعد تحاول تضعف المغرب هذا إذا ما شعلتش حرب ما بين الجزائر والمغرب ومن خلفها إسرائيل لذلك لو بقي عقلاء في النظام الجزائري أن يجب أن يجد حل مع النظام المغربي يجب أن تنتهي قضية الصحراء بما يرضي الجميع يجب أن يتم تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية مما يقوي التيار المغربي الرافض للتطبيع مع الصهاينة ويقوي التيار المغربي داخل المغرب الرافض لهيمنة السعودية والإمارات على المغرب ويقوي التيار المغربي المحب للشعب الجزائري وللجزائر وهما الأغلبية العظمى إذا بقي عقل ذرة عقل لبعض الجنرالات يأخذ قرار جذري استراتيجي بتطبيع العلاقات مع النظام المغربي وبالوصول إلى حل قضية الصحراء يستفيد منها الشعب الصحراوي في داخل الصحراء الآن أو اللي موجود في تندوف واللي رعيش في حياة بائسة ويستفيد النظام المغربي ويستفيد الشعب المغربي تنقص التوترات وتنقص شراء الأسلحة وينقص الخوف ويستفيد الشعب الجزائري تنقص الملايير الدولارات اللي تروح للأسلحة وتروح لجيوب الجنرالات ويستفيد الجميع لأننا شعب واحد وإذا ما نشعب واحد كنا شعبين رانا جيران ورانا خاوة ونشتركوا في كل شيء نشتركوا في اللغة وفي العرق وفي الدين وفي المذهب وفي الطائفة وفي اللون وفي الأسماء وفي كل شيء واللوم الحقيقي والرئيسي باش نكونوا منصفين يقع على العصابة نتاع نعم هناك مسؤولية للنظام المغربي بكل تأكيد فلنعطيها بورسونتاج نقول هذا مسؤولين 30% وهذا مسؤولين 70% إذا كان النظام ما زال عندهم ذرة وطنية وما يشوفوش الجزيرة تكسرت مع الهجمة الإماراتية والسيطرة الآن على تونس وربما أيضا إكمال السيطرة على ليبيا بعدما انهزموا ووصول المصريين إلى حدودنا ودخول أرضنا فيما بعد فليجدوا حل بينهم وبين النظام الأقرب في كل شيء وينسوا هذه الخصومات والصراعات التي لا معنى لها لدي انتقادات للنظام المغربي وللطريقة اللي يحكم بها المغرب ولكن هذه تبقى انتقادات كجزائري ينظر للأمور الأمر المغاربة هما اللي يقرروا مصير بلادهم كما احنا ما نحبوش أي واحد يدخل في بلادنا اللهم إلا بالرأي وبالقول هذا كل الله يسهل عليه حري التعبير احنا أيضا نريد أن نقرر مصير إذا الناس عندها ملاحظات على الطريقة اللي تدار بها المملكة المغربية على سجن الصحفيين على كين أشياء كثيرة ولكن هذا أمر في السلم غاربة أساسا وأولا واحنا نبدأ رأينا كحري التعبير وهما أيضا شاء الجزائري شأننا لكن من حقهم أن يبدوا رأيهم كحري التعبير وأن يقدموا النصيح التي يرونها لكن بدون تعاون مغربي جزائري سواء ضمن الأنظمة القائمة أو رحيل العصابة الجزائرية بدون هذا فإن الجزائر والمغرب سيتم تحطيمهم ليس في أكثر من خمس سنوات لا قدر له المشروع اللي تنفذ في الإمارات ومن وراءها قوة خارجية هي أن هذه المنطقة تفتت وتقسم وتجزأ وانظروا إلى المشرق العربي قالهم المغرب الكبير لي براهكم شايفينها هام لحبوا تونس جزائري في وضع صعب من كافة النواحي ومحاصر من كافة النواحي فهل هناك عقل يستدرك الأمور أم تبقى ذحس والغبراء والخصومات ما بين النظامين في حين تمدد إسرائيلي تمدد إماراتي تمدد مصري وطبعا التمدد الفرنسي والأمريكي موجود وقد يلحقه تمدد صيني وروسي أيضا ونصبحوا هنا عبيد عند القوى الخارجية والقوى الكبرى أو نصبحوا في أفضل الأحوال على طريقة مصر السيسي أو ليبيا كما هي اليوم أو اليمن كما هي اليوم أو سوريا أو حتى العلاق هل هناك عقول؟ هل هناك تفكير؟ يخرج من الخصومات والمزاحمات؟ نتمنى ذلك نتمنى ذلك ومرة أخرى نقول لخوتنا اللي مرات يقولوا لي رأي الكورونا ومليح نتعاونوا يا إخوان والله لو نجد واحد في المية كرد فعل إيجابي وكخطوات إيجابية من طرف هذا العسابة أقل شيء كانت لازم تطلق الناس اللي في السجون الأحرار والحرار طلقت الناس تعدروها كومان وخلّاوا الناس الأحرار والحرار رأهم في السجون أقل شيء لو كان نجد من عندهم خطوات ولا وجات متأخرة لكنها خطوات في اتجاه الصحيح وفي الاتجاه نتعادم التصعيد وفي اتجاه نتعاون كجزيرينا كلنا لأن بلادنا في خطر والله لن نتردد وفق قواعد واضحة يعلمها الشعب أن نتعاون مع أي جهة نكون متأكدين وتكون لدينا الأدلة والشروط الواضحة بأنهم بالفعل يريدون الخير لهذه البلاد ولأهلها ولشعبها ترجمة نانسي قنقر